بين أمريكا وإيران ما صنع الحداد بحسب المعلن وبينها وبين الحكومة في العراق ما يحير الكثيرين ويعجز فهمه كيف تدعمها وهي الموالية لإيران أي الحكومة وكيف تطالبها بما لا تملك أو في الأقل ما لا تستطيع ليلا يهاتف وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ويطالبه بحسب البيان الأمريكي وربما يأمره باتخاذ خطوات لوقف استهداف القواعد الأمريكية في العراق بعد سلسلة هجمات صاروخية اتهمت فيها الميليشيات التابعة لإيران يصعد إسبر قليلا من اللهجة فيقول بمؤتمر صحفي بعد جولة أوروبية إن بلاده تحتفظ بحق الدفاع عن النفس وستمارسه وتلك شماعة علق عليها الطرفان جل تهديداتهما بعد كل تصعيد في العلاقة بين طهران وواشنطن سؤال عن الجهة التي تقف وراء الهجمات رد عليه وزير الدفاع الأمريكي بأنه يعتقد أنها إيران مثل ما هي مسؤولة عن الكثير من السلوكيات الخبيثة في المنطقة ومن نافلة القول الإقرار بأن إيران لم تستطع مد أذرعها بهذا الشكل لو لا الاحتلال الأمريكي للعراق الجانب الأضعف خرج بيانه مغيرا بعض الشيء فسمى الطلب الأمريكي دعوة ومن ثم أطلق العنان لحديث ليس هناك ما يؤكده يتلخص بتحذير من عبد المهدي لوزير الدفاع الأمريكي من اتخاذ قرارات من جانب واحد ستترتب عليها تداعيات سلبية يصعب السيطرة عليها بطبيعة الحال يظهر واقع العراق في كل مرة عجز الحكومات المتعاقبة عن التعامل مع ميليشيات إيران المتنفذة في البلاد فكيف بحكومة عاد العبد المهدي التي انبثقت من كتل سياسية هي أشد دولاء لطهران من غيرها لذا يفهم من هذا كله أن الوزير الأمريكي أراد إيصال رسالة من الوكيل في العراق إلى الأصيل في إيران تحذير إسبر يأتي مكملا لتهديد سابق من مسؤول في البنتاجون أكد أن الهجمات على القواعد الأمريكية تدفع كل الأطراف إلى تصعيد خارج السيطرة بيد أن الوقائع والتجارب تقول إنه لن يحدث بوجود تقاسم للنفوذ وتوازن للقوى في منطقة يتصارع الجميع فيها وعليها وضحية هذا الصراع أهلها الأصلاء ومستقبلهم ترجمة نانسي قنقر